صباح الخير حقيقة شيء مؤسف جداً غلاء الأسعار اللي عم نشوفه بمصر حقيقة لكن اللي تستغرب منه هو الناس اللي بتخليك غلاء الأسعار بكل مكان صح غلاء الأسعار بكل مكان مش بس بمصر لكن الفرق كبير من كارثة غلاء الأسعار بأي مكان بالعالم أو بأي مكان بالدول العربية وبين غلاء الأسعار بمصر يعني سوريا يمكن ما تبقى من الشعب السوري بالداخل السوري يمكن عشر ملايين قادرين الناس فعلين الخير والأقارب اللي بره يساعدوهم لكن هلأ صار سوريا وصار مصر مية وأكتر مليون مصري فمصر قادم على كارثة ومجاعة وبتذكرنا بأيام الفاطميين أكلوا الحوم البشر والقطات والكلاب الله لا يقدر عند الشعب المصري ثلاثة حلول الحل الأول هو أنه يظل يحكي على السوشيال ميديا وممكن يجيب لايكات ومتابعين ويستفيد ماديا تسكي بس مش هيحل المشكلة واللي حيقدر أنه يمسكوا حيمسكوا طبعا أنا مش بتهم في ناس عم تطلع مش هدفها لايكات بالعكس نحييها وعلى راسنا لكن أم بحكي إيش النتائج أوك منيح ممكن تحصلوا على المال ممكن تفشوا قلبكم ممكن لكن ما في نتيجة الحل الثاني أنه تطلعوا على الشارع ويموت شباب وثوار ونصفق والنتيجة أنه نشيل وسخ نحطه وسخ الحل الثالث أنه كل حي أنا بشوف كل حي يعمل له دولة داخل الدولة وفي قوانين الدولة لكن هذا الحي له مجلس إدارة اللي يسموه شو ما بدكن المهم لما تصير مشاكل في مرجعية على النظام القدري القديم يوزعوا الأرزاق بين البشر وما حدا يبخل على التاني وما حدا يخاف ويحكى الهم بكرة المحبة هي اللي رح تجيب لكم الرزق من رب العالمين والحلول نبلش نزرع غير هيك ما حتستفيدوا شي ما حتستفيدوا أي شيء من هلأ بلشوا عملوا للكم كبير لأنه عندكم بوليس وبلطجية وجيخ وجيش فبلشوا نظموا أنفسكم على السعيدة الضيق اللي جاي كتير كبير ترجمة نانسي قنقر